قل أعوذ برب الفلق من شر ما أقل من شر ما أقل إذا أقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المعوذتان الحمد لله رب العامين في الحلقات الماضية أكرمنا الله سبحانه وحمد باستعراض الكثير من حقوق سورة الفلق علينا يعني في الطريق أو كخطوات لأن نكون من أهل هذه السورة العظيمة ونكون أسعد الناس بها انتفاعا واستمتاعا طيب في حقين مهمين بقي لنا الحق الأول هو حق البلاغ أو حق الدعوة والحق التاني هو حق التعليم طيب حق البلاغ أو الدعوة نقصد به إيه؟ قال الله سبحانه وحمده فلذلك فدعوه واستقيم كما أمرت إحنا أمرنا بني حندعوه لما دعا إليه الله عز وجل في القرآن الكريم أمرنا بكده أمرنا بني إحنا نبلغ رسالات الله سبحانه وحمده الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله طيب الرسالات دي قد إيه؟ يعني مثلا لازم أكون أنا مثلا معايا جزء جزئين معايا حزب حزبين لا ده النصاب آية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فخلاص ما عادش لحد فينا عذر أصلا ما عادش فينا مش عارف آية أصلا يعني صورة الفلق اللي إحنا بنتكلم عنها كتير من إنا كانوا عارفينها على مستوى المباني وحفظينها طيب على مستوى المعاني عارفنا حاجات كتير جميلة فإحنا مطالبين نوصل الكلام ده لغيرنا نبلغوا الغيرنا نبلغوا الأطفالنا نبلغ المعاني دي نفسها التي دعت لأية سورة الفلق نبلغها للمسلمين الجدد نبلغها حتى لغير المسلمين تمام؟ ده إحنا مطالبين به أصلا ولذلك حتى لو شفنا في سيارة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته هنجد النبي صلى الله عليه وسلم عمل الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاستخدام السورة نفسها في التعوذ فقال يا عقب تعوذ بها فما تعوذ متعوذ بمثيها وقال له ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون وقال لسيدنا عبدالله بن خبايب قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما النبي صلى الله عليه وسلم دعا برضو يعتبر الفكر الرئيسي أو المعنى الرئيسي اللي جات به سورة الفلق وهو التعوذ بالله وحده سبحانه وبحمده من كل شر يعني المعنى ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه كثيرا في مواقف كثيرا جدا مع كثير من الصحابة كمان دعا لمجتملت عليه من وصايا برضو غير مباشرة زي ما اسألت الإنسان يتحصن بما وقص الله عز جل بأن تحصن به وخصوصا حتى الأطفال ويمكن المشهور أو عندنا مثلا موقف اللي حصل مع سيدنا عبدالله بن عباس لما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يتجد وتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو جتمعت على ينفعوك بشيء لينفعوك لبشين قد كتبه الله لك وإن جتمعت على ينضروك بشيء لينضروك لبشين قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفة الصحف يعني هنا طفل صغير وبيعلم الحاجات دي عشان هيبقى فيه أزمة اسمها المرهوبات وده نتكلم عن إن شاء الله لها ننتكلم عن الأطفال طيب وده كده واحد من الحق تقريبا التاسع أو ممكن نعتبره العاشر فيه عندنا حق مهم جدا بقى هو حق التعليم والحقيقة أن الحق ده هينقلنا نقلة كبيرة جدا هينقل حضرتك منكونك من أهل الآية دي أو أهل السورة دي من الدرجة التانية لدرجة الأترجة لمعاهم الإيمان ومعاهم القرآن معاهم حقوق المعاني ومحقوق المباني المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة دي روية البخاري طعمها طيب وريوحها طيب هين لحضرتك من الدرجة دي لدرجة رقم اثنين للدرجة الأولى لأعلى الدرجة درجة الرباني أو درجة خيركم أو أفضلكم كما جاء في السنة اللي هو هيكون بقى معلفات عنده تعليم المعاني والمباني أنا أبدأ أعلم المعاني وأبدأ أعلم المباني وأنا مطالب بكده خيركم من تعلم القرآن وعلمه طيب مين قال لك عمي معاني ومباني ما كفايا المباني بس شخص سلم تأمين بيقول دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفي ومعانيه جميعا بل تعلم معانيه هو المقصود الأول المقصود الأول بتعليم حروفي وذلك هو الذي يزيد الإيمان وأكد على الكلام ده ابن القيم من بعد شخص سامة أيمية وغيرهما من العلماء طيب فالشاهد ان احنا عايزين نشوف بقى التعليم يكون ازاي الحقيقة احنا عندنا مبحث كبير في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن نسخة المنظورة اتكلمنا فيه عن المهارات اللي استعمالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني وعلى الله يوسر ان شاء الله يكون فيه كتاب مستقل الكاد في كتاب كيف نسأل بسورة الفلق فيه المهارات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق تعليم سورة الفلق خصيصا المهارات دي موجودة وهو عبر عن استعراض للمواقف التعليمية اللي كانت ما بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الصحابة اللي النبي أعلمهم سورة الفلق النبي أعلم أكيد كتير من الصحابة بس اللي احنا وردنا في الروايات أربعة وردنا سيدنا عقبة بن عامر وردنا سيدنا جابر بن عبد الله وردنا عن سيدنا عبدالله ابن خبيب وردنا عن أمنا عائشة دول الأربعة اللي صح يعني عنهم فيما يتعلق بصورة الفلق مواقف تعليمية والحقيقة أن كل شخصية منهم لما نقف مع المواقف التعليمية اللي كانت بينهم وبين سيد النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنفسنا أمام كم مبهر من المهارات التعليمية ودي حاجة كده يعني مش هقوله على الهامش هي في صلب الأمر الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت معلمة ميسرة ولم أبعث معنة ولا متعنة شهد إنما بعثت معلمة فيعني من المحزن أن النهاردة المهارات التعليمية وما يتعلق بالعملية التعليمية نروح نيمم وجوهنا شطر الشرق أو الغرب ونبحث هنا وهنا ونهمل هذا الهدي العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنا والله الذي لا إليه وبتكلم حتى على مستوى كتجربة شخصية واحد كان عنده اهتمام بالتعليم كبير واهتمام بتعليم الأطفال يمكن يعني أنا يعني ما أحببت بعد أن أكون طبيب إلا أن أكون معلما وحتى في الطب أحببت التعليم والتدريب فيما تعلق بي وكان لوحد عنده عناية وقعد ياخد دبلومات تربوية ومش عارف تعليم هي والقصة دي هدي النبي مبهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم مبهر حقيقة يعني مبهر فعلا في تقريبا يعني لما نقعد نحلل بالعكس إحنا عندنا كمان منتج حضاري عندنا منتج حضاري لو إحنا أحسن استيعاب المنتج ده وأحسن تقديم المنتج ده سنبهر به العالم بس للأسف الشديد يعني نسأل الله عز وجل أن يهيئ للأمة أمر رشد في هذا الباب من أبواب الجهاد بالوحي وجاهدهم به جهادا كبيرة هذا الباب من أبواب تقديم هذه المنتجات الحضارية للعالم عشان إحنا في السنة ندرك عظمة ما نحن عليه مش هتسعى الوقت الحقيقة لاستعراض مواقف كتير لكن أنا حاول أقف مع بعض المواقف كده اللي لعلها تفيدنا في الباب ده يعني مثلا هنأخذ مواقف مع سيدنا عقبة ابن عامر بيقول مثلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق فقلت أعوذ برب الفلق فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه ثم قال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس عذرا فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه طيب نشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضو الناس اللي متخيلة أن التعليم القرآني إن واحد قاعد ومسك خزرنا في إيده ولا مسك مش عارف الصوت في إيده وعمل بيضرب أو قاعد كده ومشي قوله قدامه لا عملية التعليم القرآن البيئة التعليمية نفسها بيئة التعليم القرآن في حيات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش محصورة على المسجد ولا كانت محصورة حتى على مكتب ولا على مكان لا البيئة التعليم القرآن كانت أوسع بكتير من كده نطاقها أكبر بكتير من كده وذلك برضو نحن النهاردة العلاقة بالقرآن أو التعليم القرآن حصرها في المساجد بس أو حصرها في الكتاتيم أو في دورе التحفيظ دي دي الحقيقة يعني أنا في رأي أنه هو تحجيم لدور القرآن في حياة الإنسان ومشاهد فالبيئة التعليمية نفسها بيئة كبيرة الصورة برضو التانية بقى صورة الوسائل التعليمية أو عذرا يعني لستراتيجيات التعليمية اللي تم استعمالها من النبي صلى الله عليه وسلم المهارات فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها طيب بدأ يقول طيب فبدأ يقرأ طرأها النبي صلى الله عليه وسلم معه وبعدين قل أعذر رب الناس يقرأها ويقرأها معها وبعدين تبك ممكن نبي كلم من الأول لا دا نوع من تنشيطه نوع من استثارة ذهنه تهيئته وتجهيزه الباب اللي بيسموه في التربية أو في التعليم عن التهيئة وغيرها تهيئته وتجهيز ذهنه لاستقبال ما سيأتي قال إذا أنت صليت فقرأ بهما يعني اللي أنت عملته دا بقى يعملوا لما ديك تصلي النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل أسلوب المفاجأة والتشويق قل فيقرئه السورة ويطمئن على ضبطه لها ولا يزال عقبة لا يعرف لماذا وقرأتها معه ثم لا يكتفي بأمر المباني بل يبين له كيف يستخدم السورتين وانتفع بهما إذا أنت صليت فقرأ بهم وهنا تبين لعقبة أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يريد المباني للمباني بل كوسيلة لما وراءها من العمل والمعاني برضو في موقف آخر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون قال قلت بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هتين السورتين النبي صلى الله عليه وسلم هنالله حظمه شواقه ونبهه ألا أخبرك بأفضل لكن بمضمون الصورة التي الذي يحتاج كل إنسان أفضل ما تعوذ به المتعوذون وذلك حظ ضني على استعمالها في التعوذ فقد كان المراد هنا الحظ على العمل بها واستخدامها وبيان نطاق الاستخدام وأنه في التعوذ حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون خطابه وتتبرية مستخدما انزل الكلام عليه عشان يبين حاجة المتعلم لما يتعلمه فهو لا شك يحتاجه للتعوذ والتحفيز ليشجعه على التعلم والعمل أفضل ما تعوذ به المتعوذون ومواقف كثير الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عقبة هنتجاوز المواقف دي ونروح لموقف آخر مثلا مع سيدنا جابر ابن عبد الله سيدنا جابر بيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر قلت وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله سبحان الله من العجيب النبي استعمل تقريبا نفس الأسبب استعمله مع سيدنا جبريل قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فقرأتهما فقال قرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما النبي هنا مع سيدنا جابر النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جابر رضي الله عنه استعمل التنبيه والتشويق متأسيا بما فعله معه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال له قرأ يا جابر وصاه بعدها بما ينبغي عليه فعله اقرأ بهما وأخبره بسبب ذلك ليحفزه وشجعه ولن تقرأ بمثلهما فيعني بنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان خطابه خطاب تدبري كامل استعمل انزال الكلام ده على المتعلم ليبين المتعلم حاجته لما يتعلمه فوجه الخطاب له وبين انه يحتاجه الى ذلك وان الامر يخصه يقرأ بهما واستخدم التحفيز الشجوع على التعلم والعمل ولن تقرأ بمثلهما طيب ندلف سريعا لسيدنا عبدالله بن خبي في مواقف تاني طبعا مواقف تاني سيدنا جابر بس احنا يعني عايزين ناخد كده من كل حد سيدنا عبدالله بن خبي بيقول اصابنا طش مطر خفيف وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فخرج فاخذ بيدي فقال قل فسكت قال قل قلت ما اقول قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم وفي رواية تكفيك من كل شي طيب ده مثال على ما يسمى بالتعليم بالموقف الرابط الواقعي في تعليم سورة الفلق النبي صلى الله عليه وسلم اغتنى من الحدث اللي حصل كونيا ده اللي هو المطر والظلمة ربط بين الغاسق الذي اذا وقب ما هو قلنا على الراجح هذا ترجيح الطبر وغيره الغاسق اذا وقب وقب الليل اذا دخل بظلامه وما فيه فربط ما بين ذاك الغاسق الذي اذا وقب بين سورة الفلق ووجدها فرصة سانحة لتعليم هذه الصورة وربط معانيها ومضامينها بالواقع من خلال تلك التربية العملي لم تكن تلك الظروف البيئية حائلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ممارسة العمليات التعليمية على اكمل واتم صورة بدأ بالتهيئة فاخذ بيد عبد الله ليكون ادعى لتنبيه وتركيزه فيما سيسمع واستخدم التشويق والتنبيه قل الاستطوب الاستعمال مع سيد جبريل كما اخبرنا قبل ذلك ثم بدأ خطابه التدبري بوصية بالمواظبة على المعاوذات والجميل كمان النبي وضع خطة تشغيلية تفصيلية التوقيت اليومي عدد المرات المدة قال له حين تمسي وحين تصبح ثلاثا كل يوم الخطاب كان متعلق بحاجة سيدنا عبد الله بردو وحاجة كل انسان قال تكفيك وحفزه لما قال تكفيك من كل شيء قال تكفيك من كل شيء طيب الموقف الاخير معنا هو موقف لستين عائشة او لأمنا عائشة متعلق بهذه السورة سيد عائشة بتقول نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القمر حين طلع وفي رواية اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشار الى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فان هذا هو الغاسق اذا وقب وقلنا يعني على الراجح ده كلام الشيخ السيد المتهمية وابن قيم وغيرهم يعني على الراجح ان دم باب التفسير بالمثال او التفسير عذرا بالعلامة او بالاية يعني هذا علامة دخول الغاسق اذا وقب هذه اية دخول الغاسق اذا وقب الام الشاهد هنا ان لوحظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد غضادة في انه ياخد المتعلم لبيئة تعليمية مناسبة ويغتنم الامر ده ويربط بالواقع امتي لي استدعى شمراء ما تنسى الكلام ده اصلا يهيئها تهيئة مناسبة بجذب انتباهها والحض الضمن على التركيز اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي التشويق استخدام لغة الجسد للتوضيح نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القمر حين طلع اشار الى القمر يوصيها استعيذي بالله من شر هذا الغاسق اذا وقب احنا قدام مهارات تعليمية حرية فعلا بانها يتأسى بها وانها تنفع الانسان وينطلق منها طيب هيتبقى لنا حاجة اخيرة فيما تعلق بصورة الفلق ازاي بقى ان اعلمها للاطفال وده اللي ان شاء الله نتكلم عنه في الحلقة القادمة قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم ودومتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل اعوذ برب الفلق من شر ما اخلق ومن شر راسق ومن شر النفافات ومن شر لحاسد الى حسد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة